بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا متابعين الكرام عاملين ايه يا رب تكونوا بخير انتشرت على مواقع التواصل اجتماعي الساعات القليلة الماضية اخبار بشأن تفاوض امير توفيق مدير التعاقدات بالناد الاهلي مع نجم نادي الزمالك احمد سيد زيزو لكن خرج امير توفيق منذ قليل على صفحته الشخصية تويتر ونفى هذه الاشاعات وقال في تويتر على تويتر انه لم يفاوض احد فيما معناه وقال امير توفيق على تويتر بلاش تجذبوا الكسبة وتصدقوها ياريت كل مسئول او اعلامي يتحمل مسئولياته ويكون داعم بجد لنبذ التعصب الانتصارات بتكون في الملعب مش مجرد بطولات زائفة على السوشيال ميديا استقيموا يرحمكم الله وبذلك نفى امير توفيق تماما شائعات انه تفاوض مع احمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك واضارة النادي الاهلي اثبتت وقالت انها لم تفاوض اي نجم من نجوم نادي الزمالك خصوصا في ظل الازمة القائمة في نادي الزمالك باقاف مجلس ادارة نادي الزمالك وخسارة الزمالك اللقب الافريقي وخسارة ايضا الزمالك كأس مصر ف Covid تنفي عن طريق امير توفيق تفاوضها مع اي نجم من نجوم نادي الزمالك خاصة احمد سيد زيزو الذي انتشرت اشاعات ان امير توفيق تفاوض معه لانضمامه للنادي الاهلي وبذلك اغلقت صفحة او اشاعة كذبت ان امير توفيق يفاوض احمد سيد زيزو وايضا زهور لقطات حصرية لخناءة مصطفى محمد وحسين الشحات على السوشيال ميديا ساترك لكم الصور على الشاشة وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلص يا راية تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة وما تنسوش تكتبونا رأيكم في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته